تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستبعف طائفة منهم يدبح أبلاءهم ويسكحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استبعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن نارا أدوه إليك وجاعدوه من المرسدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون وأصبح فؤاد أم موسى خارغا إن كادت لتبذي به لولا أغربتنا على قلبها لتكون من المرمنين وقالت لغفته قصرين فغسرت به عن جنوب وهم لا يشكرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستمى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المعصفين فخرج منها خائفا يتعقب قال رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المعصفين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توحجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونهم مراتين تذودان قال ما خطبوكما قال تالا نسقي حتى يصدر الرعام وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إهداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يغبت استذره إن خير من استذرت القوم الظلمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى المتيهاتين فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصارحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة نودي من شاطئ الوادي الأيمن فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني أسلقين قال رب إني أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون بصائر للناس ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشحنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدم قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليه قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يبتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناه منه فيهم وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من نشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكنهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوادثين وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى وإلا وأهلها ظالمون وما أوتئتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قليه كمن متعناه متاعا حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعون قال الذين حق عليهم والقال ربنا هؤلاء الذين أغوينا وأغويناهم كما غوينا تبرغنا إليك ما كانوا إيانا يعددون وقيل وقيل دعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأمر من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما نشركون وربك يعلم ما تكمل صدورهم وما يؤلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تركعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من خضله ولتبتغوا من صده ولعلكم تشكرون ويومي ناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تسلمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وطل عنهم ما كانوا يفتغون إن قارون كان من قوم موسى ففقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحا لتنوغ بالعسبة أولي الكلوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى ففقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوغ بالعسبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرور من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المكرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ملقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدوا معروها في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن نردك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ظلاء مبين ومن كنت ترجو أن يطى إليك الكتاب ذلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصلمك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو ترجمة نانسي قنقر